مرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحالية تلفي كيفما تعودوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة أو متنوعة اليوم بيش نحكيه على طلب غريب جدا من حزب التلاف الكرامة لسيف الدين مخلوف وقال إنه لازم نضع قوات الأمن الداخلي تحت رقابة ومسائلة البرلمان تضمن تغيير مرجع نظرهم من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة جبهة النقابات الأمنية ترفض مقترح قانون التلاف الكرامة لوضع القوات الأمن الداخلي تحت رقابة ومسائلة البرلمان يبدو أن مقترح قانون التلاف الكرامة لتهيير مرجع نظر قوات الأمن الداخلي ووضع البرلمان كجهة لها محاسبتها ومسائلتها سيظدم بطرف واسع لما يستنبطه معناته هم توا يحبوا يحطوا يديهم على كل شيء خاصة منهم وهي الحاجة الأقوية في تونس اللي هو الأمن والأمن الداخلي يحبوا يحطوه تحت يد البرلمان بش يتحكم فيه البرلمان كيف ما يحب وانا يخرج حتى من تحت يد رئيس الجمهورية ومن تحت يد رئيس الحكومة يولي سياسة سيف الدين مخلوف هو اللي يتحكم فيه ويسائل ويمشي كيف ما يحبه وكيف ما يجيب من غاية سياسية واستهدافة لرئيس الجمهورية بغض النظر عن دستور الفصل الثنين من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي وضرورة تنقيحه من عدمه في مواصلة للصراع بين رئيس الجمهورية والكتلة المناهضة له في البرلمان عقدت لجنة تنظيم الإداري والشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء جلسة ثانية لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد سبعون لسنة 1982 المؤرخ في ستة أوت 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والذي تقدم به نواب عن كتلة تأتيليف الكرامة بحدث تغيير جهة مرجع نظرة قوات الأمن الداخلي فبعد الاستماع إلى جهة المبادرة في الأسبوع الماضي ممثلة في رئيس لجنة تنظيم الإدارة والشؤون القوات الحاملة للسلاح يسر الدالي بخصوص مقترح القانون عقدت اللجنة يوم الأربعاء جلسة ترأسها يسر الدالي بصفته رئيس اللجنة خصصت للاستماع إلى رأي النقابات الأمنية بمختلف أتيفها وأسليكها ممثلة في الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية والتي أكد ممثلها على ضرورة أن نأي بالمؤسسات الأمنية وعدم إقدامها وإقحامها أو توظيفها في السراعات والخلافات السياسية لتوى سيف الدين المخلوف بدي يطور برشة في القانون خاصة الحزب متعود سيس قالك سي هذا قالك لازم نحطه أحنا الأمن الداخلي هنا تحت سلطة البرلمان هو اللي يحاسبه كيف ما يحبه ويمشيه ويجيبه كيف ما يحبه والله سبحان الله صح عليكم لعطاكم لكريسي وكان من الواضحة لممثل الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية أن مقترح القانون لا يخرج عن دائرة الخلافات أو الصراعات السياسية بتبيع قاعدين يقحموا فيه في كل شيء هكا قاعدين تراه في الاعتدائيات اللي قاعدة تصير بشيرة على المواطنين وعلى الاحتجاجات واليوم زيادة على إذاعة كاملة لا لشيء لأنه حمز البلومي يقدم رايه في برديمج امتاع البلدية رئيس البلدية مع جبوش راي عندها حمز البلومي فيه أوتوماتيك موب عطلوا الميليشيات امتاعوا اعتقلوا المكان واعتدوا عليهم مما جعل جلسة الاستماع إليهم بخصوص مقترح تغيير جهة مرجع نظر قوة الأمن الداخلي من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة مع تحديد البرلمان كل جهة لها للمسائلة مسائلة القوة الأمن الداخلي تنتهي بالرفض لتسليط رقابة ومسائلة لقوة الأمن الداخلي من طرف البرلمان باعتبار أن قوة الأمن الداخلي تخضع للرقابة الإدارية من طرف هيكل وزارة الداخلية والقضاء عني قلت لكم يحبي جردو توحى حتى رئيس الحكومة يحبي جردوه موكول جاي عدت ولي الأحزاب هذي تحكم في تونس تحكم في القوة وينص الفصل الثنين حاليا من القانون عدد سبعون لسنة 1982 المؤرخ في ستة أوت 1982 والمتعلق بالقانون الأساسي العام لقوة الأمن الداخلي على أن مرجع نظر أعوان قوة الأمن الداخلي هو وزير الداخلية لكن تحت سلطة رئيس الجمهورية وهو ما يخترح نواب التلف الكرامة لتغيير أو تعديده في اتجاه التنصيص على أنه يرجع لأعوان قوة الأمن الداخلي بالنظر لوزير الداخلية تحت سلطة رئيس الحكومة كما يخضعون للرقابة البرلمانية والمسائلة كلما دعات الحاجة إلى ذلك نعم حطوهم قدامكم حطوهم على كلفتكم وأي حاجة معناتها لازم تتعدي لكم أنتما يتبتبتوا فيها وتعملوا فيها كيفما تحبوا يخي بربي فهموني الدستور يبدلوه كيفما يحبوهما وكيفما يشتهيوهما على قيصهم كيفما يحبوهما حول الأقوة اللي بالإيمان هذا هو خرق للقانون جهر في النهار يعني عيني كل مرة فما قرار جديد ينسيك في القرار اللي قبله ما زيل نفس عنا لهوين تنفسوه كان زيدا تكتبونا بربي لعالا ممنوعة معطا عنا يترتموا عيني متع هوين يستعملوها كل يوم هذا هو الكسيجين ما هوش موجود في تونس لا حول الليش ما زيل اخر في البرلمين اذا وخزتني تليف الكرامة كل مرة يطلعنا بغريبة رفض المحاسبة من ترفى السياسيين الأمين العام لاتحاد الوطني للنقابات الأمن التونسي وممثل الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية عمد الحاج خليفة اكد في تصريح أعليمي عقب الاستماع للجبهة صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوى المحاملة للسلاح أن النقابات الأمنية رفضت مقترح تنقيح الفصل الثنين من القانون الأساسي العام لقوة الأمن الداخلي في اتجاه وضع قوات الأمن الداخلي تحت رقابة ومسألة ومسائلة من المجلس نوب الشعب نظرا لمس المقترحة من حياد وزارة الداخلية وقوات الأمن الداخلي واعتبر ممثل الجبهة الوطنية للنقابة الأمنية عمد بالحاج خليفة أن هناك هيئة إدارية لها مراقبة عمل قوة الأمن الداخلي على رأسها التفقدية العامة بالإضافة إلى القضاء ليخلص بالحاج خليفة إلى أن بناء أمن جمهوري غير ممكن في صورة مراقبته ومحاسبته ومسائلته من طرف السياسيين الذي يتكون منهم البرلمان كما اقترح نوب تريف الكرامة في مقترح القانون الذي تقدم به لتنقيح الفصل الثنين من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي هذا ويتضمن مقترح القانون فصلا وحيدا ينص على أنه ينقح الفصل الثنين من القانون عدد سبعون لسنة 1982 والمؤرخة في ستة أوت 1982 والمتعلق بالقانون الأساسي العام لقوة الأمن الداخلي كما يلي يرجع أعوان الأمن الداخلي بالنظر إلى وزير الداخلية تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يأذن لهم ويأمرهم مباشرة أو عن طريق وزير الداخلية طبقا لأحكام الدستور ويخضعون للرقابة البرلمانية والمسائلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك والله في تونس كل يوم حالف بيشتسمع غريبة وأكيد جدا بيشتسمع ما يتعديش نهار بليش غرائب وبليش عجيب خاصة في وسط هذه الأحزاب اللي تحابة تسيطر على تونس وتسيطر على الأخضر واليبس وما تنسيوش دعمنا واشتراك وتفعيل الجرس ونقول لكم باي باي اشتركوا في القناة